بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلاب الصف الرابع في هذا الفيديو الذي يلخص لكم وحدة الأماط ملخص وحدة الأماط للصف الرابع الدرس الأول هو درس الأماط في هذا الدرس سنتعلم إكمال نمط معروفة قاعدته وأيضاً إكمال نمط بعد اكتشاف قاعدته نحن ما سنكون نعرف قاعدته لكن في البداية ما هو النمط؟ النمط هو تتابع من الأعداد أو الرموز أو الأشكال وفق قاعدة معينة تسمى قاعدة النمط ويمكنوا نستعمالها لإيجاد أعداد مفقودة من النمط زي ما أنتم شايفين في المثال أمامكم تتابع الأعداد 12-15-18-21 بس مو بشكل عشوائي بشكل مدروس يعني بين كل رقم ورقم أنا عم بعمل عملية وحدة عم بعمل عملية وحدة هاي العملية اللي هي زائد 3 12 زائد 3 بعطينا 15 15 زائد 3 بعطينا 18 18 زائد 3 بعطينا 21 هاي العملية نسميها قاعدة النمط العملية اللي بعملها أنا بين كل حدين في النمط إذن هو تتابع من الأعداد أو الرموز أو الأشكال وفق قاعدة معينة تسمى قاعدة النمط وان هاي القاعدة اللي أنا اكتشفتها أو بالأحرام معطينا إياها بس تعملها لإيجاد الحد المجهول فالحد المجهول هو آخر واحد بعد الواحدة وشين شو رح يكون يلا أفكر فيها لنرى مثالا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذا تتابع من الأرقام بدنا نكتشف قاعدة النمط الواحد كيف أصبحت اثنين أو كيف صارت الواحد اثنين زائد واحد طب هل اثنين زائد واحد بيعطيني ثلاث نعم إذن ها شكلي أنا وجدت قاعدة النمط هل ثلاثة زائد واحد بيعطيني أربعة نعم هل أربعة زائد واحد بيعطيني خمسة أجل إذن قاعدة النمط هي زائد واحد الآن الحد المفقود أو الحد المجهول كيف بقدر أجيبه خمسة زائد واحد يساوي ستة فالحد هو ستة فقاعدة النمط هي زائد واحد لنرى مثالاً آخر 2, 4, 6, 8, 10 2 كيف صارت 4؟ زائد 2 الاربعة هل لما أجمع لها 2 يعطينا 6 يختبر صحة زائد 2 4 زائد 2 6 نعم إذن تنطبق هنا هل 6 زائد 2 يساوي 8؟ نعم هل 8 زائد 2 يساوي 10؟ نعم إذن قاعدتي صحيحة هي زائد 2 10 زائد 2 كم؟ بطبق قاعدة النمط حتى أعرف الحد المجهول ف10 زائد 2 زائد 12 وهو الحد المفقود ممتاز نرى مثالة أخرى وكيفية اكتشاف القاعدة لها 2, 4, 8, 16 2, 4, 8, 16 النمط يزداد لكن 2 زائد 2 بعطيني أربعة بس أربعة زائد 2 ما يعطيني تمانية أربعة زائد 2 بيعطيني ستة صح؟ إذن هذا النمط في ازدياد نعم لكن ما بقدر أفكر بالجمع ليه؟ لأنه بين كل رقم ورقم من قدار ازدياد مختلف فهونا 2 زائد 2 أربعة أربعة زائد أربعة تمانية تمانية زائد تمانية 16 ففي كل مرة كان مختلف روحوا فكروا في الضرب روحوا في هاي الحالة روح فكر في الضرب 2 ضرب 2 أربعة جميل طب هل هل أربعة ضرب 2 بيعطيني تمانية؟ نعم هل تمانية ضرب 2 بيعطيني 16؟ أجل إذن القاعدة هي سوري أسفة إذن القاعدة هي ضرب 2 طيب 16 ضرب 2 أديش؟ نلاقي الحد المفقود 32 ممتازين عندكم هون 5 25 125 النمط في ازدياد لكن مقدار ازديادة ضخم جدا يعني مجمع فبدي أفكر ضرب 5 ضرب 25 هل 25 ضرب 5 بيعطيني 125 إذا حسبتوها هتلاقوا إنها A فالقاعدة هي ضرب 5 والحد المفقود راح يكون 625 125 بخمسة بتطلع 625 مثالا آخر 2150 النمط شماله يتناقص يتناقص طالما أنه الأرقام تتناقص بديك تفكر في الطرح أو القسمة طب هم مصبط معانا طرح معقول 200 ناقص 100 بيعطينا 100 طب 100 هل 100 ناقص 100 بيعطينا 50 لا راح يعطينا 0 إذن الناقص مش ضابطة معانا خينشو بالقسم 200 تقسيم 200 صح هل 100 تقسيم 52 آه صح إذن القاعدة راح تكون تقسيم 2 والحد اللي بعده حيكون 25 لأنه 50 تقسيم 2 25 ممتازين إذن الاكتشاف قاعدة النمط علينا أن نلاحظ يا زيادة يا نقصان إما أنه الأرقام تتناقص أو تزداد فإذا كانت تزداد بدك تفكري بعملية الضرب أو عملية الجمع متى بستعمل الجمع؟ إذا كان مقدار الزيادة ثابت أنا في كل مرة بزيد 3 في كل مرة كنت أزيد 2 في كل مرة كنت أزيد 1 متى بفكر بالضرب؟ بفكر بالضرب لما يكون مقدار الزيادة يعني مختلف بين كل حد وحد مختلف بين كل حد وحد فبفكر في الضرب بعدد معين ونفس الموضوع بالنسبة لنا الناقص أو إذا نقص النمط بدك أفكر بقسمة أو طرح متى قسمة ومتى طرح؟ إذا كان مقدار التناقص ثابت في كل مرة أنا بنقص خمسة بطرح خمسة بطرح خمسة إذن رح أروح على الطرح لكن إذا كان مقدار النقص مو ثابت زي مثلا ميتين مية خمسين مو ثابت فبروح بفكر في عملية القسمة مثال من الكتاب هذا المثال يا رابع ما أعطاكم النمط مكتوب كتابة يعني بشكل صريح أعطاكم مسألة مقالية من هذه المسألة إحنا كتبنا النمط إنه في اليوم الأول تدربت 10 دقيقة في اليوم الثاني تدربت 24 دقيقة وفي اليوم الثالث 33 Extra وإذا أكتب 15 24 33 الآن أكتشف القاعدة النمط الفحن 15 كيف صارت 4 وكون الفحن 23 أصبحت كذلك ب زائد 9 15 زائد 9 24 24 زائد 9 33 وهكذا إذن النمط أو قاعدة النمط هي زاء التسعة الآن بالآخر رسالك ما المدة أو كم المدة التي ستقضيها في التدريب في اليوم السابع كم المدة التي ستقضيها ستقضيها في التدريب في اليوم السابع شو يعني؟ يعني بدي أكمل النمط لحد ما يوصل عندي سبع أرقام في النمط أو سبع حدود أنا عندي خمستاش اليوم الأول 24 اليوم الثاني 33 اليوم الثالث أكملي هذا اليوم الرابع اليوم الخامس اليوم السادس وهذا هو اليوم السابع إذن تسعة وستين دقيقة ستقضي في اليوم السابع الدرس الثاني في هذه الوحدة جداول المدخلات والمخرجات سنتعرف في هذا الدرس على آلة العدد واستعمالها وسنستعمل جداول المدخلات والمخرجات في إيجاد قاعدة أنماط بداية آلة العدد ما يميز آلة العدد آلة زي هذي كل الآلات في الدنيا رح يدخل عليها مدخلات جوا يصير عندنا عملية حسابية يخرج عندنا نتيجة إذن حيكون عندنا مدخلات عملية حسابية أو أكثر من عملية حتى يخرج عندنا مخرجة بعد التعديل بعد التعديل طبعا مدخلاتنا شو رح تكون في آلة الأعداد من اسمها رح تكون هي الأعداد والأرقام رح ننظم قيم المدخلات والمخرجات في جداول يمكننا ندخل الرقم واحد العملية الحسابية حتكون عندنا خمسة فشو الناتج؟ ستة اثنين زائد خمسة سبعة ثلاثة زائد خمسة تمانية تعونا ننظمهم بجدول المدخلات واحد واثنين وثلاثة القاعدة زائد خمسة المخرجات ستة سبعة تمانية تمام؟ هيك ما يكون إحنا نظمناها في جداول تسمى جداول المدخلات والمخرجات وعن لتسهيل لتسهيل كتابة الجداول أو جداول المدخلات والمخرجات اختصرنا جزء قاعدة النمط فاستغنينا عنها بجدول فقط متكون من مدخلات ومخرجات مثلاً لاتصرنا der ويعنا لديها الآلة لو كانت المدخلة عندي واحد والقاعدة هي ضرب ثلاثة فواحد ضرب ثلاثة شو المخرجة ستكون؟ تلاتة واحد ضرب ثلاثة تلاتة ثلاثة أحط كنتم هناك بجدول ثلاثة في الجدول ثلاثة لو دخلنا 2 2 ضرب 3 6 فالمخرجة هتكون عندنا 6 لو دخلنا 3 3 ضرب 3 الجواب رح يكون 9 فالمخرجة هتكون عندي 9 نروح بنرسم الجدول المدخلات مخرجات الواحد المخرجة تبعتها 3 الـ 2 6 الـ 3 9 طيب شو رأيكم بناء على ذلك ما هي المخرجة لو دخلت 4 ممتاز لو دخلنا 4 المخرجة هتكون عندنا 12 4 ضرب 3 يساوي 12 هناك طبيعة اخرى او انواع اخرى من الاسئلة بتكون عندنا وهي انه بيكون معطيك جدول المدخلة والمخرجة وشو طالب منك انك انت تعرف قاعدة النمط رتب عبد الرحمني عددا من علب العصير على رفوف في محل تجاري حسب الجدول الاتي مثلا في الرف الاول كان حاطت سبع علب في الرف الثاني حاط اربعة وهكذا مطلوب الاول ما القاعدة التي اتبعها عبد الرحمن لترتيب علب العصير بدنا نركز شوي هنا مو زي الانماط اني بدي اعخذ من العدد الاول ثم الثاني واعرف كيف صار الثاني وكيف صار الثالث وهكذا لأ هون بدأ اشوف المخرجة كيف طلعت من المدخلة يعني مثلا انا دخلت واحد الواحد كيف صارت سبعة واحد ضرب سبعة هل اتنين ضرب سبعة يساوي اربعة عشر هل تلاتة ضرب سبعة يساوي واحد وعشرين هل اربعة ضرب سبعة يساوي ثبانية وعشرين نعم اذا القاعدة هي ضرب سبعة ضرب سبعة تمام مع عدد العلاب التي سيضعها في الرف السادس المدخلة عندي رقم الرف فلو دخلت ستة القاعدة عندي ضرب سبعة فستة ضرب سبعة قدي بيطلع معانا اتنين واربعين فإذا في الرف السادس راح يحط عندي اتنين واربعين علبة عصير الدرس الثاني هو درس الجمل المفتوحة وهذا الدرس يا رابع مرئ علينا كتير في دروسنا السابقة لما كان يجيب لك سؤال املأ الفراغ بالعدد المناسب بحيث تصبح العبارة صحيحة يكون مرات معطيك جمل جمع جمل طرح جمل ضرب جمل قسمة انت بدك تحط الرقم المناسب حتى تصبح الجملة صحيحة هي نفسها نفسها ما اختلفت بس الآن اطلقنا عليها اسم الا وهو الجملة المفتوحة في هذا الدرس نتعرف على الجملة المفتوحة وراح نحل جملة مفتوحة الجملة المفتوحة يا رابع هي جملة رياضية تحتوي على عدد مجهول جملة رياضية يعني يكون فيها ارقام وعمليات حسابية فيها جزء مجهول تمام؟ حل الجملة المفتوحة يكون بمعرفة قيمتها هذا العدد المجهول الذي يجعل العبارة صحيحة تمام؟ خلنا نشوف مثال عدد اضيف له تسعة فاصبح الناتج 17 طبعا يعني اكيد احنا ما حنجيب لك جملة سهلة زي ما كانت تمر عليك سأجيب لك جملة بالكلمات تحولها انت الى الارقام او الى الرموز عدد ما اضيف له تسعة فاصبح الناتج 17 اكتب الجملة المفتوحة عدد ما مجهول اللي هو المثلث لمزنا له بالكتاب بالرمز مثلث اضيف له تسعة يعني اجمع له تسعة يساوي 17 اذا تسعة زائد هذا المثلث يساوي 17 الان ما هو هذا الرقم اللي بجمع له تسعة بيطلع الجواب 17 بتفكر فيها وبطلع معك ان العدد او الرقم اللي بجمع له تسعة بيكون الجواب 17 هو الثمانية هو الثمانية يا اما بتقول 17 ناقص تسعة يساوي ثمانية او تشتغل هذي هنا تسعة عشرة ناقص تسعة تسعة عشرة تمن اصابع على ايدي اذا هو ثمانية تتحقق دائما من صحة حلك فتسعة زائد ثمانية هل يساوي 17 نعم يساوي 17 اذا حلنا صحيح مئة بالمئة ضرب العدد ثلاثة في عدد ما فكان الناتج 27 كالعادة اكتب الجملة المفتوحة ضرب عدد ما له مثلث في ثلاثة فكان الناتج 27 ثلاثة ضرب مثلث يساوي 27 هذا الرمز هو بديل للمثلث ثلاثة ضرب هذه الشجرة او هذا المثلث يساوي 27 الآن بدك تحلها ما هو الرقم اللي بضربه بالثلاثة جوابه 27 نذكروا جدول الضرب يا رابع ثلاثة ضرب تسع يساوي 27 صح ولا غلط نذكر جدول الضرب ومنحلها بكل سهولة ان شاء الله تحقق من صحة حلك هل ثلاثة ضرب تسع يساوي 27 في جدول الضرب نعم اذا اجابتنا صحيحة عدد طرح منه 45 فكان الناتج 31 عدد طرحت منه شلت منه 45 معناته المثلث هو الكبير شلت منه 45 فكان الناتج 31 اذا ما هو الجواب فكر هناك طريقة اخرى لحله انه تجمع 31 زائد 45 بيطلع معاك الناتج طيب قسم عدد على 2 فكان الناتج يساوي 21 قسم عدد ما قسم على فكان هو المقسوم المقسوم عليه هو 2 قسم عدد على 2 فإذا المقسوم عليه هو 2 فكان الناتج 21 ما هو العدد يلا اكيد حذرتوا انه في 1 كان 76 وفي 2 42 تقسيم 2 بيعطينا 21 احسنتم اخر درس في هذه الوحدة كان خطة حل مسألة ببساطة حيكون عندك مسألة مكتوبة بالكلمات عليك ان تحلها بخطوات متسلسلة وواضحة وعلمية للوصول الى الجواب النهائي في النهاية مر علينا طبعا هذا الدرس سابقا لكن هاي المرة الجديد في درسنا انه هيعطيك نمط في السؤال في السنوات السابقة او في الفصول السابقة كان عبارة عن مسألة جمع او ضرب او طرح او قسمة الان لا رح يزيد علينا اشي اسمه نمط لحل المسألة ترى الاشي كتير ممتع وحزورة وكتير كتير بجنن رح احل رح ابدأ بحل هذا السؤال كمثال واكتفي به في هذا التسجيل رسمت ليلى الشكل الحلزوني المجاور وفيه اربع قطع مستقيمة اكملت ليلى الشكل برسم خمس قطع اخرى فما طول الشكل الحلزوني بعد اكتماله ثانيا خطط لحل مسألتك مسألتك يا مس اذا كانت المسألة عادية من جمع او طرح او ضرب او قسمة بحدد العملية الحسابية اذا كان في عندي في المسألة نمط فبكتب ساحل المسألة بطريقة النمط طالما اني كتبت كلمة نمط معناته بدي ابحث عن قائدة النمط وراح اكمل النمط تمام؟ فاحنا مسألتنا الان راح نحلها عن طريق كتابة نمط واكماله ان شاء الله تعالى ثالثا حل هلا طالما احنا حددنا انها نمط بدي ادور عن النمط اللي عندي اذا بترجعوا يا مسألة الرسمة هتلاقي انه في كل مرة كانت الزيادة عندي ثابتة في طول القطع المستقيمة المكونة للشكل الحلزوني في كل مرة كنت ازيد واحد فاول مرة كانت واحد سانتي بعدين اثنين سانتي ثلاثة سانتي اربعة سانتي هلا انا زيدت عليها خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ليه زيدت لتسعة؟ لانه هي ارادت ان يعني هي حابة تزيد خمس قطع اخرى على القطع اللي رسمت هي رسمت لحد اربعة لحد اربع قطع وكان اطول واحد عندها اربعة سانتي فبظني ازيد واحد لحد ما اوصل لتسعة خطوط مستقيمة واخر واحد راح يكون طوله تسعة سانتي طب لست الهلا انا اوكي جبت النمط وجبت قاعدة النمط بس فيه شغله هو سألك كم طول الشكل الحلزوني اول خط كان طوله واحد سانتي بعدين الخط اللي بعده كان طوله اثنين بعدين ثلاثة بعدين اربعة بعدين خمسة بعدين ستة بعدين سبعة بعدين تمانية بعدين تسعة فكم طوله الشكل كلياته؟ كل الخطوط بدي اجمع كل الاطوال واحد زائتينان زائتلات لحد التسعة بيطلع معاي طول الشكل الحلزوني يساوي خمسة واربعين سانتي متر تمام؟ شتو كيف جبت النمط؟ بعدين جمعت بين الاطوال حتى احصل على طول الشكل كله اذا باختصار خطوات حل المسألة اولا افهم بكتابة المعطيات والمطلوب ثم خطت جيدا حدد طريقة الحل تبعيتك جميع الطريح ضرب قسمة ولا اماط حل اذا كانت اماط اكتب النماط واكتشف قاعدة النماط بعد اندور على اللي بدو اياه هو منك شو طالب منك تحسب؟ واخر اشي دائما لا تنسى ان تتحقق من صحة حلك تمام؟ يعني حاول لقي لك طريقات تتحقق فيها من صحة حلك مثلا طول الشكل الحلزوني بامكاني اتحقق بوضع الارقام على اللي الحاسبة وجمعهم واشوف الرقم اللي تنع معاهم زي الرقم اللي تنع معاي ولا لا حتى دائما اتأكد اني رح احصل على العلامة الكاملة طبعا هذا السؤال حلناه في الحصة اللي هو لدى سعاة 90 عود ثقاب تصنع بها نمطا كما يلي كم شكلا يمكنها ان تصنع؟ كتبنا المعطيات المطلوب خططنا للحل وقلنا انه رح نحل باستعمال خطة النمط كتبنا النمط الشكل الاول كان عندي 6 اعواد ثقاب ثم 12 عود ثقاب ثم 18 عود ثقاب فتوقعنا ان الشكل الرابع رح يكون فيه 24 والشكل اللي بعد رح يكون فيه 30 فهي فيه كل مرة بتزيد 6 اعواد ثقاب لكن السؤال شو بيقولك كم شكلا يمكنها ان تصنع؟ رحنا جمعنا الخمس حدود هاي اللي جبناها احنا فرضنا انها تستطيع ان ترسم خمسة اشكال او ان تصنع خمسة اشكال جمعناهم طلعوا معانا 90 وهو عدد الاعواد اللي مع سعاد فبالتالي هي لن ترسم الا خمسة اشكال فقط باختصار هذا هو حل السؤال الثاني في هذا الدرس فقط مطلوب منك المثال اللي نحلته قبل قليل والسؤال الثاني والسؤال الثالث من نفس صفحة الاسئلة اما الباقي مو مطالبين فيهم شكرا لحسن استماعكم تذكروا دوما يا رابع عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم فقال الشاعر كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعة بالطوب يرمى فيلقي اطيب الثمري مع السلامة